السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا باخير وعلى خير وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد كيكالية سهلة وبسيطة وبمكونات الموجودة عندنا يعني كالقواها في كل بيت كالقوا هذه المكونات هذه في الغالب سنحتاج الواحد كمية من الضقيق كيس من الفانيليا وكيس من خميرة كيموية نصف كأس من زيت نباتية وكأس الى ربع من الحليب نقدر نعوضه بالماء كأس من السكر حبيبات ملح جوج بيضات جوج ملاعق كبيرة من كاكا وبدرة وندعوا على بركتي الله بالنسبة لهالكيكا هادي فما غاليش نحتاجه انا ننطيبوها في الفرن فغالي نطيبوها بطريقة لنوعا ما مختلفة غالي تشوفوها معي ان شاء الله في هذا الفيديو فكنوضعوها كالبيض في اينا بالنسبة للبيض فانا كنغسله كنغسله كننطفه جيدا دائما نتخليهم غسول ونقي باش هكي لا تحت لنا شي قشرة دياله ولا شي حاجة ما كانش موشل كنزولوها من البيض ثم غنضيف لها السكر بالنسبة للسندة انا عندي سكر البني او السكر تقدروا تعودوا بسندة البيضة العادية قد نقوم بالخفق دياله جيدا لقد نقوم بالخفظ جيدا شكرا باك نضيف الزيت نضيفه بشوية بشوية حتى نكمله نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف القبص من الملح نضيف الزيت نضيف حليب نضيف حليب نضيف ماء نضيف حليب نضيف الزيت نضيف حليب نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت من نسبة الدقيقة فأنا غربلته من قبل وحتى كاكاوتا هو غربلته ثم نضيف الخليط البيض ونستمر حتى نوضع الدقيق اللي عندي كامل ونخلطه جيدا بعد ما كملت كمياة الدقيق كاملة اللي عندي ونخلط جيدا حتى نحصل على واحد الخليط وهو متجانس ونحصل على خليطة الكاكواجد معنا ونخلطه مول لا يمكنه أن نحصل على تصرف لفرن ونضيف بالزبدة ونضيف بالدقيق على الشكل هنا عندي مول ديال 18 سنتيم وكن ننزل في الخليط ثم نأخذ طنجرة ونضع فيها القليل من الماء ونضع فيها المول الكيك ديالي على هذا الشكل ونضع فوق منها واحد المنديل او الزيف هكا ديال اللي كنمسح بها كالاواني ديالنا ونضع عليها الغلاقة ونقص عليها البوطة على جهدها ونضع الكيك 50 دقيقة من بعد حتى كالطيب نضع 50 دقيقة نضع عليها ونقلبها ضروري تكون العافية مهيلة نضع الكيك حتى توجد ونرى معي هنا الكيك بعد ما فاتت 50 دقيقة فانا خرجتها من الطنجرة ونقلبها نقلبها بوحد الكيردون او اللبشي اعود ديال اي عود يعني ياكا الى خرجنا شفها دك يعني انها صافرة هي وجدات وطيبة ونزلها في الإناء ديالتقديم ونرجع معاكم هنا بعد ما بردات فانا وضعتها في حد التبصيل ديالتقديم او لصحن ديالتقديم قد نضيف لها القليل من السكر بودرة لتزين فقط تقدروا تزينها باي حاجة ثم غادي نقطع لكم احد التريف باش غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي فكتجيب حالي لطيبة في الفرن ما كينش فرق نهائيا كتجي ناشفة وطيبة مزيان فبعد مرات كنبغيوها كنصوبو الكيك وكيكون فررن مثاليا نلبوطة او لا ما عندناش فرن او لا على حسب كل واحد على حسب المنطقة في كيكون فهدي يعني طريقة اللي نقدرون نوجدو بها الكيك ديالنا نحاولك انقطعها فكتجي علها تشكلها دا يعني كتجي من المنطقة في كيكون منفوشة ومنفوخة وعالية وناجحة مئة بالمئة اتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم كما كتشوفو ركتجي خفيفة من الداخل وكتجي سميكة يكني كتجي عالية كتجي مرة تشوفوا معي على الصورة اتمنى ان الكيك هادي تنال اعجاب ديالكم ولعجباتكم بطبيعة الحالة ما تنسوش تخليو لي تعليق وما تسونيش من لايكات ديالكم وبنسبة للناس اللي كي يزوروا القناة لأول مرة فما تنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد كي يخص القناة وما بقى لي الى نودعكم والى اللقاء في فيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى شكرا